منذ قليل مدينة أربيل غرقت بسبب الأمطار والسيول الحالية أنباء عن سقوط منازل وانجراف بعض المركبات وحالات وفاة أمطار غزيرة الآن في أربيل وبعض المحافظات الشمالية ومن المتوقع أن تستمر ليوم السلساء ربنا يصطرها تعطيل الدوام في الجامعات والمدارس والدوائر في أربيل حتى إشعار آخر والدفاع المدني يهرع لإنقاذ العوائل ومنذ قليل أعلن محافظ أربيل الجمعة مصرع سمانية أشخاص بينهم طفلة خلال سيول جارفة اكتاحت أربيل عقب أمطار غزيرة وأعلنت محافظة أربيل حالة استنفار قصوى لإنقاذ مواطنين عالقين جراء السيول والفيضانات ربي يلطف ربي يجيب الخير نقدم أحرأة عازي القلبية لأسر الشهداء الذين توفوا في حادث الأمطار والسيول ترجمة نانسي قنقر